السلام عليكم إليك طريقة تغيير لغة تطبيق الواتساب من اللغة العربية إلى أي لغة أخرى هنا نضغط على التطبيق هنا نقوم بالضغط على هذه النقاط في أعلاء القائمة بعدها نقوم باختيار الإعدادات وهنا داخل التطبيق نقوم باختيار الدردشة وهنا نتوجه إلى الأسفل ونقوم باختيار لغة التطبيق وهنا كما يظهر معي أنا لدي اللغة العربية وكذلك اللغة الفرنسية هنا أقوم باختيار اللغة الفرنسية وهنا كما ترى تم تغيير لغة التطبيق إلى اللغة الفرنسية وإذا أردنا الرجوع إلى اللغة العربية نفعل نفس الشيء بالضغط على هذه النقاط بعدها اختيار بارامتخ وهنا نقوم باختيار نفس الخانة بعدها نتوجه إلى الأسفل وهنا نختار اللغة وهنا كما ترى نقوم باختيار أو بالضغط على هذه الخانة لاختيار اللغة العربية هنا يجب أن تعلم إذا لم تجد اللغة في تطبيق الواتساب يجب أن تقوم بتحديته وبهذه الخطوات يمكنك اختيار أي لغة أنت حابب تستخدمها على حسابك في تطبيق الواتساب الخاص بك إلى هنا ينتهي الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد كان معك مصطفى الرحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته ترجمة نانسي قنقر